مواطنة بحرينية تفتخر أنها تكون بحرينية أم لأربع أطفال ريايه لحين يعني مش أطفال يعني أم لبنت وثلاث أولاد والله نشأت في أسرة تتكون من خمس أخوان وثلاث بنات وأنا من ضمنهم الأخت الكبيرة بعدها ثلاث أولاد بعدين أنا بعدين ولدين بعدين أختي الصغيرة فأنا كنت في مجتمع ذكوري مع الأخوان أكثر شيء فكنت متعلقة فيهم يعني أطلع معهم أروح النادي معهم النادي جنب البيت فأطلع النادي معهم يعني كانت طفولتي طفولة فيها شوي شقاوة مع الأخوان لذلك أنا رياضية يعني تشوفيني في المجال الرياضي منشأت في منطقة المحرق الحمد لله رب العالمين في أسرها يعني عددها كبير ماشاء الله ومترابطة درست في مدارس المحرق الثانوية للبنات والابتدائية وكذلك الإعدادية درست في المرحلة الثانوية في المجال العلمي حصلت بعثة من الدولة ودرست على ضوءها تربية الرياضية في جامعة البحرين أنا يقولون لي بنت جامعة البحرين لأنه خذت البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فيها فوافت خرني أنا بنتها يعني طفولتي كانت طفولة حلوة يعني ليتها تعود لأن تعرفين الأسرة المترابطة الشقة والأهل أسراتها كانت في بيت واحد كبير يتكون من ثلاث عمام أبوي وعمام عمامي ثنينة فبالإضافة إلى عيال أخو عمامي وبنات وأولاد فكننا نحن الأغلبية يعني أحسب نفسي من ضمنهم كان عدد الأولاد أكثر من البنات فكنت أنا مع الأغلبية مع الأولاد يعني هذه هي الطفولة البسيطة دائما مش أنا فقط طموح الوالدة الله يرحمه كان دائما يقول لنا أنا ودرست ودرس في محو الأمية على كبر يعني وكان دائما يدرس ويرجع لبيت يقرأ القرآن فيقول أنا ما درست وطموحي أني أنا كنت أدرس فأنتو لازم تخلصون دراساتكم العليا والحمد لله رب العالمين يعني أنا عن عفتي حققت يمكن إخواني تجهوا للمجال التجاري أكثر بس إحنا البنات درسنا المرحلة الجامعية وأخذنا الماجستير يعني عندي أحد إخواني أيضاً يعني وصل للمراحل الجامعية العليا بس البقية اتجهوا إلى التجارة فاكتفوا بالثنوية العامة واتجهوا إلى التجارة فالطموح كان موجود أنه دائماً كان ودي أني أكون عندي درجة علمية عالية كالدكتوراه ما كان طموح لي أن أنا أدرس في جامعة بس كان لي طموح أني أنا أكون عندي يعني دكتوراه في مجالي والحمد لله خلصت من البكالوريوس ما كان في ماجستير في البحرين في المجال الرياضي اضطريت أني أخذ انتساب في جامعة القديس يوسف ولكن ليس المجال الرياضي إنما المجال التربوي في وقت اللي أنا كنت سنة أولى هناك فتحوا للماجستير في جامعة البحرين على طول رجعت إلى جامعة البحرين ودخلت ماجستير برنامج ماجستير التدريب الرياضي في جامعة البحرين وأيضا يعني يدوبك رجعت العمل وعملت سنة سنتين افتحوا مجال الدكتوراه في المجال الرياضي وعلى طول أيضا سجلت فيه فالحمد لله يعني الطموح بدأ يتحقق في المجال الأكاديمي بخلاف المجال العملي عندي كان طموح غير الدراسة يعني فالحمد لله رب العالمين من اليوم في المنظومة الأكاديمية في جامعة البحرين أدرس مجالي يعني أنت تعرفين يعني بعد البكالوريوس قبل 20 أو 22 سنة أكيد بتحصلين مثلا العرض اللي تشتغلين في المجال اللي أنت درستي فيه والحمد لله تعينت في وزارة التربية والتعليم ودرست في المرحلة الابتدائية لمدة ثلاث سنوات تم ترقيتي إلى المرحلة الثانوية ودرست أيضا ثلاث سنوات وكانت متعة بالنسبة للتدريس في المدارس تعرفين لما تكونين منتخبات لما تحققين الفوز الميداليات فهي كان حلو جو حلو يعني جو الانتصارات حلو وفي ذي الفترة أنا اكتشفت رقية الغسرة وكانت طالبتي في المرحلة الثانوية في مرسة النور الثانوية للبنات وكانت في مشاركة في لعبة كرة اليد فكانت سريعة في تسجيل أو تهديف الكرة إلى المرمى فحسيت أن المرحلة المدرسية ليس طموح لهذه البنت أو أنه ممكن أن يسقلها أخذتها ووجهتها إلى اتحاد البحرين لألعاب القوة اللي هما بدورهم احتضنوها ووفروا لها الكادر الفني لتطويرها في المجال الرياضي وحققت إنجازات لمملكة البحرين في الدورة العسيوية والمئة متر والمئتين متر فهي بطلة يعني اليوم اليوم موجودة هي في اتحاد العاب القوة كمدير فني للمنتخبات وهذا شي طيب الحمد لله رب العالمين ذاك الوقت اسم المؤسسة العامة للشابة والرياضة اللي اليوم هي وزارة الشباب والرياضة كانت ستتوجه إلى تطوير الرياضة النسائية بالاتحادات الرياضية وكان في ذاك الوقت فيه يعني ما نقول ضغط أولمبي ولنما كان فيه قرارات أولمبية من الاتحاد الأولمبي بأنه يجب أن المرأة تكون موجودة في مجالس الإدارات في المنتخبات في أمور عديدة من المجال الرياضي فعرض علي أني أنا أشتغل في قسم التدريب والتطوير الرياضي وقبلت بالوظيفة كنت أخصائي تطوير للرياضات من ضمنها الرياضة النسائية وإحنا بدورنا هنا قمنا بدور اللي هو تعرفين بعض الرياضات النسائية ما كانت موجودة في الاتحادات الرياضية والأندية دورنا نحن نسوي مهرجانات رياضية نطلب من المدارس المشاركة نطلب من الجامعات المشاركة نطلب من المدارس الخاصة أيضاً المشاركة فكنا نسوي مهرجانات رياضية كبيرة في كل الألعاب الرياضية نتكلم عن 2002 و2004 في ذي الوقت انطلقت المهرجانات الرياضية انطلق برنامج اسمه برنامج المواهب الرياضية في المؤسسة العامل الشباب الرياضة واللي مسكتهم عنه هنا صارت شوي البنات حسوا أن فيه اهتمام في المجال الرياضي الدولة كانت مهتمة بتكوين المنتخبات الرياضية في الاتحادات والأندية الرياضية يمكن ما كانت مخصصة لها ميزانيات في ذاك الوقت ولكن اليوم الحمد لله لأنها أثبتت المرأة جدارتها وجودها على الجانب أو المحفل الرياضي فاليوم خصصت لها ميزانيات الحمد لله يعني ذاك الوقت كانت في حركة رياضية وجهنا عدد من المنتخبات الرياضية النسائية إلى الأندية والاتحادات كانت كرة السلة في نادي المحرق ونادي الرفاع ونادي النجمة كرة القدم أيضا نادي المحرق والرفاع والنجمة الطائرة يعني صار فيه ألعاب فردية ألعاب جماعية بس كان التركيز أكثر على الألعاب الجماعية والحمد لله اليوم عندنا منتخبات تنافس على المستوى الآسيوي والعربي وإن شاء الله نتمنى اليوم من اليوم النافس على المستوى الأولمبي وليست المشاركة فقط يعني منتخبات الفرق الفردية مثل الألعاب القوة تنافس على المستوى الأولمبي اليوم تحقق تنجازات عالية أنا أتكلم عن الألعاب الجماعية مثل السلة مثل الطائرة مثل القدم تنافس على المستوى الآسيوي تنافس هو ضمن برنامج الاتحاد البحرني لألعاب القوة اللي هو تطوير واكتشاف المواهب في الألعاب القوة فهي قاعدة تتبنى أنها تسوي هذه البطولة أو هذا التجمع السنوي عشان تستقطب أيضا للاتحاد من خلال اكتشاف المواهب أنا طبعا هذه مو دوري أنا يعني ما كنت أنا جزء من هذه المشروع هي رقاية القاسرة ماسكتها في الوقت الحالي أو نقول الإدارة الفنية في الاتحاد البحرين لألعاب القوة هو اللي ماسك العملية هذه اللي هي الاكتشاف المواهب أنا رئيسة الاتحاد البحرين للريشة الطائرة ووقت اللي كنا بننفذ هذا المشروع أيضا صار الكورونا وتوقفت البرامج والمشاريع ولكن الحمد لله لا زال البرنامج أو الفعاليات ما شاء في الاتحاد البحرين للريشة الطائرة والسكواش اليوم اليوم وبكرة وهالأسبوع عندنا بطولة سيدات للريشة الطائرة يعني العملية مستمرة سواء أنا كنت موجودة ومو موجودة الخطة موجودة ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد البحرين للريشة الطائرة والفريق اللي قائم عليه موجود والحمد لله رب العالمين دخولنا لمدارس وزارة التربية وتعليم نعم للكورونا وتوقف فأول ما يرجع النشاط يرجع الوضع الطبيعي اللي هو الدوام مئة بالمئة في المدارس من الطالبة والطالبات راح نقدم مرة ثانية مشروعنا للوزارة وإن شاء الله يعني نحصل الإذن بالدخول أو أحسن نسوي لهم الوطولات عندنا فيعني ننتظر هذه اللحظة التربية والتربية طبعاً بالقديس يوسف إما باللغة الإنجلنزية أو بالفرنسية أو بالعربية فإحنا اخترنا العربية كنا البرنامج في جامعة البحرين كان بالعربية درست سنة وحصلت فيها ديبلوم عالي بس هذا الديبلوم العالي في التربية وليس في المجال الرياضي طبعاً انتنقل كوني موظفة في الدولة حصولي على الإجازات وكان بالانتساب الانتساب معنات أنك أنت تدرسين طول السنة وتروحين تقدمين امتحانات مكثفة تأخذين كورس مكثف اللي هو في الفترة الصيفية ولكن تقدمين امتحان يظل غير لما تكونين موجودة في محاضرة دكتور مواجه معاك وتدرسين والتحصيل فيه مختلف فبتشوفين أن المستوى العلمي أيضاً بتواجهين فيه صعوبة في الدراسة في الفهم في برنامج مكثف مدة شهر كان في شهر سبعة لازم كنا نتوجه هناك ندرس شهر مع دكتور في برنامج مكثف مثلاً في اليوم مادة من ثمان ساعات استيعاب وكان صعب وأي الجامعة قديس يوسف جامعة مش سهلة جامعة صعبة كونها في الآداب لأنها تعرفين جامعات الآداب والتربية جامعات فيها يعني يحاسبونك على الكتابة على التعبير على الكتابة الأدبية وإحنا دارسين مجال علمي فيكون صعوبة شوية علينا لكن الحمد لله أيضاً نجحنا من أول مرة يعني الحمد لله ولكن لا ما بالطموح اللي أنا كنت أبيه هذا النجاح يعني ما وصلت للامتياز وصلت للجيد فقط يعني أو الشي تعرفين شن هو هواياتي؟ شن هو؟ أنا بجانب من الرياضة عندي هوايات الرسم عندي هوايات الأشغال اليدوية حالياً أشتغل على مثلاً الدكوباج أشتغل على الريزم لو كنت في البيت كنت رويتش مجموعة أعمالي يعني بس أنا أمارسها في وقت اللي أنا أكون مضغوطة في العمل عشان أفرق الضغط اللي فيني أتوجه إلى أنزل أقراضي اللي موجودة في أندي كابنت خاص حق أقراضي أنزلهم في أشياء يتطلب أن تسوينا وتخلينا ينشف وترجعين لعقب ست سبع ساعات تكملين الطبقة الثانية عليه ففي هذه الأثناء أسوي طبقة وأروح أتوجه إلى العمل وأرد أسوي طبقة ثانية وأرد أتوجه إلى العمل فيعني هذه الهواية اللي أنا أمارسها في رمضان مهب هوايات هي طقوس رمضانية يعني مثلاً إحنا يوم قبل رمضان نتحمى أجمع بنات العائلة من خواتي من بنات أخواني من بنات أخواتي نسوان الأخوان الخوات نفسهم أنت جمع في البيت عندي وأجيب حناي وأحنيهم أيوة مش للعيد مو ليلة العيد قبل رمضان ليش لأن ليلة العيد زحمة ومحد فاضي وينسونها أنا أعتبرها يعني هاي شي شعبي لابد أني أنا أحافظ عليه وإذا البنات ما علمتهم عليه حين صايرين البنات ما يحبونا يتحنون يعني مثلاً يوم الجمعة الساعة ثلاث أو أربع العصر عندي اللمة وعندي الحنة هذه أول يوم قبل رمضان في رمضان عندنا طبعاً المائلة سبح قرآني وعندنا التجمع العائلي في الويكنز اللي هو في نهايات الأسبوع وبالإضافة إلى يعني عيالي أحفادي يعني عندي أنا ما شاء الله أولاد اثنين من الزوجين وعندي حفيداك ثنتين فعندنا مثلاً تجمع العائلة على الفطور فهذه هو يعني طقوس رمضان ما عندنا أمور ثانية يعني طالعة عن المجتمع مثلاً لكن عندنا أكثر شي تجمع العائلي أكثر وإن شاء الله هذا الرمضان بيكون أكثر تجمعاً من الرمضانات السابقة خلال الثلاث أعوام اللي مضت لأن فقدنا الجانب اللي تجمعنا فيه يعني هذا رمضان سوينا لها يعني طقوس ثانية جهزنا ملابسنا جهزنا طاولاتنا المجلس اللي بيتيمعون فيه البنات يعني مثلاً بنتي لازم يكون لها ليلة في الأسبوع جمع يعني مرابعها الأهل أكثر اللي هما بنات اللي في سنها من بنات الإخوان والخوات والبنات العمات بنات يعني العمام عشان أنه يعني يترابطون أكثر أنا اللي يوم مثلاً أتجمع فيه مع أخواتي اللي أكبر سناً مع سن نفسه اللي أقل سناً مع السن نفسه والأولاد عندهم مجالس هام بس مو مجلس عندي في البيت لا يروحون مجالس رابعهم يعني مني أذن أنا على الفطور عقب الفطور أنا طالع بارة أدور رابعي عشان نلعب أفقد أكيد يعني أتمنى أن أحفادي عيالي عيالي أخو يعني في الفريج سووه بس أحفادي أنا ما تمنى أنه يعني يكون كورونا مأثر عليهم لأنه عيال مولودين في فترة كورونا فما تمنى أن الكورونا يأثر عليهم بحيث أنه ما يستمتعون بطفولتهم يعني ما نمنعهم لا لا تسوين أخاف تمرضين أخاف ذي أخاف ذاك التجمع لكمام اللي عرفت ايه فنبغي نبغي يعني بالقرارات اللي طلعت أمس يعني كانت قرارات مريحة نعم ولكن الوقاية زينة يعني ما نحب بعد الشوط اللي قطعناه وفريق البحرين وعملهن ولكن نحافظ على التباعد المناسب في وضع التجمعات العائلية والأسرية فأتمنى أن أولادي عيالهم يحسون بهاي المتعة يسمون نحن جيل الطيبين أنا وويدا سمع جيل الطيبين فأتمنى أنهم أيضا يصيرون من جيل الطيبين مع الآيباد والكمبيوتر وكل شيء يعني يعني كرة القدم كانت تلعب في الفرجون اليوم كرة القدم قاعدين يلعبونها على بلاي ستيشن يعني اللياقة البدنية ما قاعدة تنقل لهم ولكن هي يعني أتمنى أنها تكون بدنية أكثر أنا صار لي الحين تقريبا سنة في جامعة البحرين يعني مش من زمان أشتغل بس كنت في فترة مجلس النواب بعدين في مجلس الشورى كنت في ذي الفترة يعني برنامج مرتب فأرجع من الجامعة البيت أكيد عندي دور في تجهيز السفرة وتجهيز الأكل المناسب حق الأسرة بعدها راح يكون اللي هو جلسة في البيت رمضانية مع الأهل مع العائلة تعارفين اللي بعض الأحيان يقولون لا ذاق رمضان ما نقدر ما في شيء يعني من هالقبيل البرنامج هو 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 فقط يمكن يكون شوية تعارفين لما تسهرين مع الأهل يمكن يكون شوي غالب عليك وقت التعب والراحة من الناحية لكن إذا البرنامج منظم ما راح نعاني منه كنت أول شيء مدرسة تربية رياضية بعدها صرت أخصايا أول في وزارة مؤسسة العامة للشباب والرياضة آنذاك اليوم لوزارة شباب والرياضة صرت رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في الشباب والرياضة بعدين مسكت رأسة الهيئات الشبابية في ذي الأثناء توجهت إلى الانتخابات النيابية وكان في 2011 وحفزت في الانتخابات وصرت نائب وبعدين في الشورى وبعد الشورى تقاعت وجيت تجامعة البحرين مدرسة تربية رياضية نعم كان في 1994 هو شوفي هو في 2002 لما صار الانتخابات للمجلس الثاني بعد مجلس 73 كنت أتشوف الأعلانات في الشارع كنت طالعة من بيتي مع زوجي يوم إجازة رايحين بيت أسرتي في المحرق كنت ساكنة في البداية رايح المحرق ففي طريجي وانا على الجسر الملك حمد في شارع رايح المحرق كنت أتشوف أعلانات الانتخابات أتذكر للحين الإعلان جدامي كانت نازلة سهير المهندي إعلان سهير المهندي قال لي أقول حق زوجي سهير ما كانت الدكتورة ذاك ترى ما درست تربية رياضية أقول حق زوجي وأنا يوم من ليوم بأنزل الانتخابات قال لي إن شاء الله فكانت حلم ذاك الوقت أنه أنا أي يوم أنزل الانتخابات عندي هدف أنه أنزل الانتخابات وصار في 2011 في الوقت اللي كان فيه انتخابات تكميلية توجهت إلى وزارة العدل على أساس أسجل نفسي كممثلة للدائرة الثانية ذاك الوقت كان قبل تعديل الدوائر كانت الدائرة الثانية شارع البديع اللي هو مقابة بصيبة في المحافظة الشمالية والحمد لله كان فيه عدد من المترشحين لنفس الدائرة بس يعني فزتانة الحمد لله رب العالمين وخذت ثلاث سنة كونها تكميلية لأن الانتخابات كانت في 2010 وصارت انتخابات تكميلية في 2011 فثلاث سنوات قضيتها في مجلس النواب أورقة التشريعات والقوانين وزحمة القوانين يعني تعرف المتطلبات الشارع البحريني ومتطلبات الشعب فخدمة المواطنين كانت حياة حلوة كأنها طول فترة كأنها ثلاث سنوات رمضان تعرفين جاء رمضان بتقول ما ودي خلص كانت ثلاث سنوات بالنسبة لي جاءوا حافل بالنشاط والقوانين والتشريعات في 2014 انتهدوا دور المجلس داك الوقت ما بغيت أنزل الانتخابات لأن أحتاج أغير دائرتي أحتاج أدرس نفسي شنو بسوي في الفترة القادمة في ذي الوقت جاني التكليف الملكي من صاحب يعني صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى وتشرفت بأني أكون حصلت على هذه الثقة الملكية فتعينت في مجلس الشورى قضيت أربع سنوات أيضا في التشريعات بس كان ضغط مجلس المعين ضغطه أقل من مجلس المنتخب مجلس المنتخب هناك شعب يعني إحنا طبعا دورنا ما قلص يعني ما بقول لك سوسا يعني خلاص من المجلس النواب راحة مجلس الشورى نست الشعب لا كنا على تواصل مع الشعب كنا على تواصل مع الوزارات يعني نراقب دور السلطة التنفيذية نشوف أدائهم نقدم التشريعات إلى 2018 الثقة الملكية نعم التعيين الملكي يجب أن يكون طبعا التعيين الملكي ضمن متطلبات في أن يعني تكونين منتخبة إذا كنت منتخبة تكونين يعني فايزة في الانتخابات ولم يعني يعني تعرفين ينزلون انتخابات في ناس يفوزون وفي ناس ما يفوزون فما تكونين من الناس اللي ما كنتي فايزة فأنا حققت هدف من الاهداف تكونين مثلا من فئة مثلا أحدى الجنسين أنثى أو ذكر فكنت أنا من فئة الأنثى تكون لات قبول في المجتمع القبول للمجتمع هو أن نلفوز في الانتخابات فكان لي هذا الكرايتيرا ففيك أدد من الكرايتيرا حملت مثلا من الدراسات العليا أدد من الكرايتيرا وكنت أنا ضمن هاي الكرايتيرا اللي طبق علي وحصلت التقى الملكية بالتعيين من ديوان الملك المجلسين لهم أدوار لهم عمل واجبات لا بد أن يقومون فيه يمكن المجلس النواب عنده سلطة رقابية وسلطة يعني يراقب ويحاسب يمكن المجلس الشورى سلطته أقل يعني ما يحاسب ولكن يراقب عمل السلطة التنفيذية أيضا صار تعديلات الدستورية اللي صارت في مراقبة عمل برنامج الحكومة هناك في مجلس النواب في لجان تحقيق في طرح الثقة في توجيه السؤال أولا ثم إذا السؤال تم توجيهه للوزير المعني لوزارة معينة وللبرنامج هو ما يعني الشخص إنما يعني برنامج الوزارة فإذا كانت كان فيه أمور يعني تتطلب أن تصل إلى عمل لجان تحقيق فيتم عمل لجنة التحقيق لدراسة وضع معين ثم إذا ارتأت نتائج التحقيق إلى الاستجواب فإن هنا يستجوب الوزير أما في مجلس الشورى ما عندنا كانت هذه الآلية وإنما استحدث حاليا بعد التعديلات السؤال يتم توجيه سؤال الوزير ويحصل الردود وإنما الردود يتم توظيفه في صدار تشريعات أو اقتراح تشريعات معينة فيعني العملية في مجال النواب يعني فيها نوع من أنواع الإثارة مختلف عن الشورى الشورى فيها رزانة أكثر فالاثنين أيه ركود الرزانة يعني تعارفين فالاثنين يلمسون سوسنة قوي يعني مدام كنت في ذي الموقع وذي الموقع الاثنين عزيزين على قلبي قدين نواجبنا وإن شاء الله ما نكون قصرنا فيه صدارنا عدد من التشريعات اليوم التشريعات موجودة على أرض الواقع الحمد لله رب العالمين ولازلت أنا على يعني قرب من المواطن وفي تواصل بيني وبين المواطنين كوني عندي الخبرة في ذي المجالين يعني لا زالوا مثلاً بعض المواطنين يتواصلون معاي في بعض المساعدات في المجال مثلاً مع الحكومة في بعض الوزارات فأيضاً لازلنا يعني أنا لازلت على تواصل مع الوزارات في الخدمية بالذات في بعض الأمور التي تمثل المواطن الحمد لله رب العالمين هم متعاونين يعني ما في وزير ما طرقت بابه حق موضوع معين لمواطن موضوع معارقل أو متوقف لم يساعدني أو يعني يعطيني إذا كان ضمن الأمور القانونية يعني فالحمد لله رب العالمين هذا الشيء طيب إنه في قبول مجتمعي لا زال وفي قبول أيضاً من الجانب الحكومي يعني في مجالي للحين هو تشوفي لازم تكونين مسجلة في نادي عشان تصيرين عضو وأنا ما كنت مسجلة في أي نادي لكن صرت رئيسة لجنة نسائية رئيس لجنة مو بالضرورة تكونين عضو أي اللجان فرعية من التنبثق داخل الاتحاد يكون مثلاً أمين السر العام هو اللي يشرف عليها فكنت رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد البحرين لكرة القدم وكنت كوني كنت مراقب دولي للمباريات لأنه كنت مراقب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسسنا منتخبات ما كنت بروحي كانت معي الشيخة حصة بنت خالد والحين هي ماشاء الله يعني طورت ومشت في في البداية تعرف أنها يعني كانت صغيرة في السن تحتاج أن أحد يقف معها موجود في الرياضة أو في اللجنة الأولمبية أو في الاتحاد البحريني لكرة القدم أو مثلا في وزارة الشباب والرياضة لأن في ذاك الوقت كانت وزارة الشباب والرياضة المؤسسة العامة الشباب والرياضة هي اللي كانت تشرف على الألعاب الرياضية فكون دوري تطوير في نفس الوقت توجهت إلى السباحة كنت عضو مجلس إدارة في السباحة وليست في القدم القدم كنت رئيسة لجنة بعد السباحة فتطورنا في السباحة في القدم شوي الحمد لله وقفنا الناس اللي موجودة هناك عطيناهم الثقة بنفسهم وواصلوا المسيرة وتوجهنا إلى شيء آخر أنا حين رئيسة اتحاد بحريني الريشة الطائرة رئيسة اللي هو تكافئ الفرص في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة وأنا عضو في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة نائب رئيس اتحاد الآسيا ويفا وهما يسئلوني شلون وصلتي شلون احنا ننبي احنا ننبي نوصل فأبتدي أسرد لهم مسيرة حياتي وأبتدي أقول لهم أنا اليوم بابي مفتوح عندكم لكم في الاتحاد البحرين للريشة الطائرة عندك مدال التحكيم عندك مجال التدريب عندك مجال اللعب إذا شفتي نفسك لاعبة وتستطيعين عندك لعبتين ريشة طائرة وسكواش اليوم الباب مفتوح تعالي جربين دخلنا في خلال ثلاثة شهور عندي اليوم 40 طالبة من جامعة البحرين حكمة في الاتحاد البحريني للريشة الطائرة وسكواش مو بس حكمة خاضوا البطولات الخمس أو الست اللي من شهر 11 ليليوم كلها ما شاء الله البحرين بطولات بطولة غرب آسيا بطولة عربية بطولة البارا أولمبية اللي صارت على المستوى الآسيوي اللي صارت على مستوى غرب آسيا أيضا عندنا بطولة الريشة البارا أولمبية قادمة بطولات المحلية خليناهم يدخلونهم فما تتصورين شنه أنوساتهم أول شي من بعد كورونا ثاني شي يقولون إحنا ما شفنا تخرجوا من المدرسة دشتوا جامعات البحرين اليوم هي في التربية الرياضية عمرها ما مسكت مضرب عمرها ما مسكت ريشة لأنها كلها أونلاين فيعني حست بفرق وحست بنشاط تعرفين من بعد الكبت اللي ينطلق أهم الحين في ذي الحالة اللي مبعارفين وين يروحون وين يون فمن فتحنا لهم الباب يعني صاروا أيون فأنا من شي ذي أقول لك ما أحب الكلمة الأخيرة أنا دايما أقولها هي ترى بداية فتحنا الباب تفضلوا عندي الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والسكواش 2017 والاتحاد العربي رئيسة الاتحاد العربي للريشة الطائرة أيضا 2017 وليل اليوم الاتحاد الآسيوي قبل سنتين الاتحاد الدولي قبل سنة طبعا هاي مي بتعيين تعالي وخلاص نبيش ومنحطش لا انتخابات العالم كلها في المجال الرياضي فالحمد لله البحرين عندها كفاءات وهاي الكفاءات أثبتت جدارتها ليس على المستوى المحلي فقط يعني أثبتنا أنا وغيري أثبتنا جدارتنا في الاتحادات الدولية والآسيوية والعربية وشهد لنا من خلال الدول العالم لذلك انتخبونا وحطونا فالكفاءات هذه موجودة في مملكة البحرين واليوم أنا حاول ألهم مثل ما يقولون تلهميننا ألهم البنات والأولاد عندي في الجامعة إننا نزيد الكوادر إحنا موجودين يمكن دورة قادمة أيضا أو دورتين قادمتين لكن نبي بعدنا الجيل اللي بعدنا يمسك يعني في النهاية يعني ما راح نظل على الكرسي طول العمر يعني أتمنى دايما تكون هاي بداية وليست نهاية ولا آخر كلمة من خلالكم ومن خلال الانتربيو هذا أو المقابلة هذه أتمنى أن يعني اللي يرى نفسه يستطيع يبدأ في الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والسكواش فالباب مفتوح له يعني في ظل الميزانيات الضعيفة في السابق خلينا نقول قبل 15-20 سنة كنا موجودين على الخط الرياضي وأثبتنا نفسنا وتحت الشمس الحارقة تدربنا مو كانوا يقولون لنا ما يعطوننا ما يسون لنا ما عندنا ننا ملاعب خلقنا حق نفسنا الملاعب في أوقات غير أوقات منتخبات البنية غير أوقات الدوام الرسمي ابتعد عن السلبية الإيجابية هي اللي خلت اليوم التقدم اللي صغير فأتمنى أن الأجيال هذه أو جيل الحالي اللي موجود سواء بنين و بنات طلبتي في الجامعة بنين و بنات يتوجهون إلى الاتحادات لأن اليوم الأندية والاتحادات فاتحة بيبانها على مصائل تبي المتطوعين في البداية لأن أنت اليوم ما يصر تروح تقول أنا بصير مدير لا بد أنك تخوض التجربة لا بد أنك تنحك في المجال لأن ذي المجال مو مجال تعرف بسهولة مجال لازم تحتك فيه مجال لازم تخوض التنافس فيه مجال لازم تثبت جدارتك فيه تثبت نفسك بعدين يصير العارض والطلب عليك فأتمنى أن يكون الجيل الحالي يسمح هذه النصيحة لأن أنت إذا في المجال الرياضي تدرس بكالوريوس تربية رياضية عشان تصير مدرس تروح المدرسة تدرس حصصك وترجع البيت وخلاص انتهى أنا ما أعتقد هذا في مجال أنك أنت تطور نفسك فيه لكن على أنك تحمل الشهادة الأكاديمية في المجال الرياضي توظف العلوم والدراسات اللي درستها في انتحادات وفي الأندية وفي تكوين المنتخبات وفي التدريب وفي التحكيم وحن بابنا مفتوح أتمنى أيضاً الاتحادات الثانية إذا بابها مفتوح أنها تستقطب طلبة الجامعة لأنهما كتلة من النشاط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر